بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء الاعزاء سنوات رابعة متوسط اهلا ومرحبا بكم الى قناتكم للرياضيات والفيزياء ايضا في هذا الفيديو جب لكم حال تمرين رقم 6 صفحة 14 على التكهرب اذا هو التمرين مطلوب في التعليقات اذا احيي المشتركة لبعث لهذا التمرين لانني وضعت تمرينات من الكتاب المدرسي ولكن رقم 6 ما حليتوش اذا اليكم جميعا بالتوفيق لجميعا نبدأ على بركة الله يالله نسمي الله اذا نقرأ المعطيات ثم نبدأ في حال التمرين يقول التمرين كيف افعل ذلك اذا يقول لديك وش عندي في المعطيات لدينا اولا كريتين معدنيتين ضروري جدا كريتين معدنيتين يعني من طبيعة المادة التحوى معدنية يعني ناقلة التيار الكهربائي هذا في مخي فقط محمولتين على حامل عازل اذا هوليك درت لكم رسم بسيط كريتين سميتها ا و ب بش يسهل علي حال هذا التمرين درته على حامل عازل ثم وش عندي عندي يقول نودو الان المطلوب منكم نود شحن احدهما بالشحنة الموجبة والاخرى بشحنة سالبة في نفس الوقت هنا كلمة في نفس الوقت يعني شي واحد فقط ان الكريتين لازم في آن واحد كي ندير يعني التجربة التاحية نديرها في آن واحد تخرج لمثلا موجبة والخربة سالبة يعني في آن واحد وهذا باستعمال وش عندي ايضا قضيب الايبونيت اذا هذا هو قضيب الايبونيت الايبونيت نقرأ التمرين ونترجم المعطاية السؤال الاول وش يطلب مني سؤال الاول يقول كيف يمكن ان يتم ذلك وضح باستعمال الرسم طبعا راح استعين بالرسم كيف يتم ذلك اولا قبل ما ندخل في التجربة وش عندي عندي قضيب الايبونيت عندي كورياتين يطلب مني في آن واحد لازم نخرج واحدة موجبة واحدة سالبة قبل كل شي نعرف شي ان قضيب الايبونيت الى كان مشي مشحون راح يكون متعادل كهربائيا استاذا ما معنى متعادل كهربائيا معنتها عدد شحنات السالبة تساوي عدد شحنات الموجبة نفس الشي الكوريتين او بي قبل التجربة راح تكون متعادلة كهربائيا شفتم معايا دلت ثلاث شحنات موجبة لازم ندير ثلاث شحنات سالبة نفس الشي الكورية بي الان ندخل في التجربة وش يقول يقول كيف يتم ذلك يعني كيف اتحصل على شحنة موجبة لاحدة الكورتين والشحنة السالبة للكورة الثانية طبعا باستعمال قضيب ايبونيت ما ننساش ان اسم التمرين يقول كيف افعل ذلك قبل كل شيء الخطوة الاولى اللي راح نتبهها اذا نكتب اولا وش راح ندير لازم نقول نقوم بشحن قضيب الايبونيت كيف ذلك نعرف ان كيف يشحن الايبونيت يشحن عن طريق التكهرب بالدلك ندلكه بقطعة فرو او قطعة صوف ليكتسب الكترونات سالبة ثم نقول ان عن طريق طبعا التكهرب بالدلك فيصبح شحنته سالبة اذا هذه اول خطوة اول خطوة راح اتخذها مع قضيب الايبونيت اذا نكتب قضيب الايبونيت بقطعة فرو فتكتسب سحنات سالبة عن طريق التكهرب بالدلك فيصبح شحنته سالبة الآن تحص قضيب ايبونيت مشحون سلبا اذا هولك قضيب ايبونيت مشحون سلبا وش معنتها؟ معنتها اغلبيته اغلبيته سالبة لا يعني ذلك انه ما عندوش شحنة الموجبة ولكن اغلبية هذا الجزء المدلوك سالبة الآن الخطوة الثانية نضع الكريتين في وضعية تلامس اذا وضعية تلامس يعني الآن الخطوة الثالثة نقرب قضيب الايبونيت المشحون بشحنة سالبة من الكورية ماذا يحدث؟ نحن نعرف ان السالبة يجبب الموجب اذا وقلنا ان متعدلتين الكهربائيا ماذا يحدث؟ هنا سيحدث التالي ستنفر الالكترونات الموجودة في الكورية A نحو الكورية B رح يحدث لها يعني تنافر هنا تنافر رح تنفر من الكورية A إلى الكورية B هنا قلنا أنها متعدلة كهربائية تصبح هنا عندها فائض من الشحنات السالبة وهنا رح تبقى الشحنات الموجبة حذاري الشحنات الموجبة لا تنتقل تبقى دائما في مكانها إذن قلت عند تقريب قضيب الإبونية المشحون بالشحنة السالبة من الكوريتين A و B تنفر الإلكترونات الموجودة في الكورية A إلى الكورية B وذلك بالتكهرب بالتأثير إذن ماذا يحدث لنا ماذا نتحصل نتحصل على الشحنة الموجبة للكورية A والشحنة السالبة هنا عندها فائض في الإلكترونات للشحنة للكورية B إذن نكتب لكم إذن وبالتالي ماذا نلاحظ نلاحظ تحصلنا على كورية الكورية A مشحونة بالشحنة يعني غالبيتها شحنة موجبة أما الكورية B كيف هي شحنتها؟ شحنتها سالبة في آن واحد في نفس الوضعية نتحصل على كورية ذات شحنة موجبة والكورية B ذات شحنة سالبة إذن أتمنى فقط أن يكون الحل واضح منساش أن الحامل تنعازل وش معنتها؟ معنتها لا يوجد انتقال الإلكترونات ومنساش شيء لماذا؟ يعني انتقلت الإلكترونات من A إلى B منساش أن طبيعة المادة A هي معدنية إذن تسمح بمرور الإلكترونات أو شحنة السالبة إذن قلنا الخطوة الثالثة نقرب قضيب الإيبونية المشحون بشحنة سالبة من الكورية المعدنية فتنفذ الإلكترونات الموجودة في الكورية A إلى الكورية B عن طريق تكهرب باللمس لتصبح شحنة الكورية أموجبة وشحنة الكورية B سالبة في نفس الوقت الآن هذا حالة قضيب الإيبونية ننتقل على بركة الله للسؤال الثاني وش يقول سؤال ثاني هل يمكن ذلك باستعمال قضيب زجاجي إذن رح ندير تقريبا نفس التجربة ولكن إذن اكتب ثانيا حالة القضيب الزجاجي نأخذ قضيب زجاجي إذن هذا قضيب زجاجي وش رح ندير أولا لازم نعرف أن القضيب الزجاجي بدون الدلك أو بدون الشحن ومتعدل كهربائيا وش رح ندير أولا نحن نقوم نقوم بشحن القضيب الزجاجي وذلك بدلكه بقطعة قطعة من الحرير إذن هذه قطعة من الحرير ماذا يحدث إذن رح يكون رح الزجاج تاعي الآن العكس رح يفقد بعض إلكتروناته إذن إلكترون سالبة رح نجي لقطعة لقطعة الحرير إذن وبالتالي رح يصبح شحنة الزجاج القضيب الزجاجي شحنة موجبة طبعا في الجزء المدلوك في الجزء المدلوك فقط أما الجزء الغير مدلوك يبقى متعادل كهربائيا إذن هذا فقط في الجزء المدلوك إذن قلت نقوم بشحن القضيب الزجاجي وذلك بدلكه بقطعة حرير فيفقد بعض شحناته السالبة عن طريق التكهرب بالدلك فيصبح شحنته موجبة هذه أول خطوة الخطوة التي تاليها وش رح ندير رح أعيد الرسم إذن هنا رح نضع الكريتين أوب على حامل وعازل في وضعي إذن قلت لكم الخطوة ثانية نضع الكريتين A وB في وضعي التلامس على حامل وعازل وش رح ندير رح نقرب القضيب الزجاجي من الكريتين إذن يحدث التالي أولا رح يحدث استقطاب للكرية A وش معنى ها أستاذا استقطاب يعني بعدما كانت متعادلة كهربائيا رح تعيد تموضع الإلكترونات التاحة كيف ذلك نعلم أن الموجب دائما يجبد السالب رح تتموضع الإلكترونات كالتالي رح تتموضع في الوجه المقابل للقضيب الزجاجي هنا طبعا الإلكترونات الموجبة تبقى في مكانها ما تتحركش حذاري ما نهضرش ما نقوش تنتقل لشحنات الموجبة لا إلكترونات فقط هي التي هي حرة الحركة إذن قلت بالنسبة ل يحدث لها استقطاب حيث تتموضع الشحنات سالبة للكوريا في الوجه المقابل للقضيب الزجاجي وذلك عن طريق التكهرب بالتأثير كما تنتقل شوفوا معي كما تنتقل بعض الإلكترونات الموجودة في الكورية ب إلى الكورية تنتقل بعضها فتصبح إذن وش راح تصبح راح تصبح شحنة الكورية سالبة وشحنة الكورية ب تصبح موجبة إذن عكس ما يحدث في قضيب الإيبونيت إذن كنت كتبت لكم كل الخطوات باش كيتعاودوا إلى الفيديو مرة مرتين ما تلقاوش إذن صعوبة كيف تنتقل طبعا إلكترونات الموجودة من الكورية ب إلى الكورية آ عن طريق التكهرب باللمس لأنه قلنا رهم في وضعية تلامس فتصبح شحنة الكورية آ سالبة وشحنة الكورية ب موجبة إذن كان هذا هو الحل لتمرين رقم 6 صفحة 14 تمرين رائع رائع جدا لأنه يفسر طرق التكهرب إذن شفنا التكهرب بالدلك شفنا التكهرب باللمس شفنا التكهرب بالتأثير إذن أتمنى فقط أنني وصلت يعني قدرت نوصل لكم المعلومة سلام الله عليكم ما تنسوش أن كل الدروس الفيزياء تقريبا معدى الجزء الآخر من الضوء تقريبا موجودة سواء رياضيات أو فيزياء في قناتي مرتبة منظمة لعده أي سؤال ما عليه إلا كتابة التليق إن شاء الله رح أجيبه في أقرب وقت ممكن سلام الله عليكم